بسم الله الرحمن الرحيم بناء على طلبات العديد من الأخوة النحالين خلال الفترة الماضية اشتهر في الآون الأخيرة برواز هدفه إنتاج العسل بالقطاعات الشمعية مما يسهل على النحال تعبئة هذا العسل دون الحاجة إلى قص الشمع أو تقطيعه وبالتالي الكثير من المشاكل التي تواجه النحالين في هذا الخصوص انتشر في الآون الأخيرة موديلين من الإطارات التي تسهل على النحال القيام بإنتاج عسل القطاعات وهو هذا الموديل والموديل الآخر وهو هذا الموديل طبعا هذا الموديل واضح أنه بيحتوي على ست أجزاء بينما هذا الموديل بيحتوي على اتنع عشر جزء فإذا ما افترضنا أن تقريبا إذا ما افترضنا أن الإطار إذا كان فعلا مليء واحنا نلاحظ أيضا أنه السماكة تبعت البرواز شوين وعما ربما أكبر من البرواز العادي فمتوقع أن يكون سمك هذا القطع الواحدة كبيرة بحيث أن هذا البرواز قد يزن ما يقارب الثلاث كيلو جرام فالثلاث كيلو جرام تقسيم ست قطع فأحنا نحكي عن تقريبا حوالي نصف كيلو القطع الواحدة بينما في هذا الموديل عندنا تقريبا إطناعش إذن حوالي ربع كيلو جرام كل قطع وهذا من الناحية التسويقية أفضل بكثير من العسل السائل فيه يعني كثير رغبة من قبل المستهلكين بالحصول على العسل القطاعات طيب الآن كيف يتم استخدام هذا البرواز طبعا عملية فك وتركيب هذا البرواز عملية سهلة جدا فيه هون عندنا العبارة عن قطع بلاستيكية تقوم بتثبيت الإطار بعضهم ببعض حتى هاي القطع اللي بيركب على الخلية يمكن فكها وأيضا نفس الشيء هون نفس الشيء هون وأيضا لأن بعد ما قمنا بفك هذا الإطار لاحظوا أصبح الإطار عبارة عن جزئين هذا الجزء وأحنا رح نشيه هذول لأنه هذول بنفكه وهذا الجزء الثاني لاحظوا أنه هذول الجزئين بيركبوا على بعض بكل سهولة بيركبوا على بعض بكل سهولة وبالتالي عملية التجميع سهلة جدا فالآن كيف شو المطلوب من النحال أنه يعمله طبعا خليني نيجي على هاي القطع اللي هون هاي القطع اللي كانت هون موجودة هاي في حال أنه لنفرض أنه كان مليان البرواز ومعبة فكيته أنا فطلعت هاي القطع هاي القطع رح تكون مغطاة بالشمع من هون مغطاة بالشمع من هون فهي جاهزة للبيع فكيف بدي أحميها بيجي مع الإطارات أيضا غطاء لهذه العبوة فبركب عليها غطاء من هون وغطاء من هون صارت الآن عبارة عن علبة عسل بشمعه أنيقة وجميلة ويعني من الناحية التسويقي رح تكون ممتازة جدا فهذه هي طريقة تركيب هذا البرواز الآن نفس الشيء البرواز الآخر البرواز الآخر رح نحاول نفس الشيء عبارة عن فك نفس الشيء بعد ما نفكه رح يطل عندنا هاي القطعة ونفس الشيء فيه لها عبارة عن غطاء توضع فيه وبالتالي تصبح أيضا علبة جاهزة للتسويق هذا آخر ما وصلنا من تجهيزات المناحل وكما أسلفت فإن الكثير من خلال نحالين يرغبون بإنتاج عسل القطاعات لأنه يعني مرغوب تسويقيا الآن هاي موجودة هون عملية تركيب هذول القطع سهل جدا وهذول النحال سيحتفظ بالإطار لكنه سيحتاج إلى المزيد من هذه القطع كل مرة بديوا ينتج عسل القطاعات لاحظوا عملية تركيب هذول القطع سهل جدا تركب بكل سهولة وقياساتها مئة بالمئة منضبطة ثم نقوم بإضافة الجزء الآخر لاحظوا كيف ومن ثم نقوم بإضافة هاي الأقطع هسنا رح نفرجيكم بالفيديو بس قبل ما نقوم بهذا الشيء خلاني نفرجيكم انه هاي القطع الواحدة كيف النحل بديوا يبنيها احنا ممكن نترك النحل يبني لحاله بس ممكن النحل يعني ما يقوم بالبناء كما يجب فاحنا قد نكون بحاجة الى وضع قطعة من شمع الأساس ولو قطعة صغيرة جدا حتى يعني يستطيع النحل ان يستدل على من اين يبدأ ببناء الشمع ولو كان عندك شمع أساس طبيعي وحطيته هون برضو ما عندك مشكلة لانه سعيته رح يكون قابل الاستهلاك اما اذا بدك النحل يبني الشمع كاملا فعالأقل بدك تحط له يعني يعني يساعد النحل على الاستدلال على من اين يبدأ بالبناء فحتى هاي القطعة هي عبارة عن قطعتين فبإمكانك انك تقص قطعة صغيرة جدا من الشمع ثم تقوم بالاغلاق عليها بهذا الشكل ثم نقوم بوضعها هون ثم يتم تجميع البرواز حتى نجمع البرواز بشكل صحيح اول شيء منضيف هذه القطعة هون والقطعة هاي الثاني هون هذا هيك بديركب البرواز داخل الخلية ايضا نحن بحاجة الى الاغلاق عليها من الاسفل الآن يعني قد يكتف الانسان بهذا القدر لكن لاحظ انه هاي راح تكون عرضة ممكن تفتح من هون او من هون عشان هيك موجودة هاي القطع فهي القطع عبارة عن كليبسات يسهل ايضا تركيبها وفكها وتقوم على تثبيت البرواز بشكل افضل هذا هو البرواز ونفس الشيء بالنسبة للبرواز الاخر لاحظوا انه يعني لما بتكون المقاسات مضبوطة والانتاج دقيق يسهل عملية التطوير تركيب بكل سهولة تركيب بكل سهولة تركيب بكل سهولة اي جهد كبير في عملية تجهيز مثل هذه الاطارات ومن ثم وضحها داخل العاسلة يفضل يفضل اذا بدك يعني تضمن انه هاي القطعة انها تيجي حوالي 250 جرام او هاي القطعة تيجي 500 جرام يفضل انه نحط في العاسلة فقط تسعة من هذه الاطارات بدل ما يكون فيها عشرة فتسع اطارات راح تكون كافية لانه النحل يقوم ببناءه بشكل جيد هاي بشكل سريع حبينا نفرجيكوا اياه وامنياتنا دائما للجميع بالتوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته